كلمة نشوها بقى على ميدياما الأهل هالعوي ميدياما فريق حديث العهد تكون في 2008 حاول أكتر من محاولة أنه يصعد للدوري الممتاز ما نجحش لحد ما استحوز أو اشترى نادي تاني تجربة كده شبيهة شوية بفرقة فيوتشر عندنا في الدوري المصري لما استحوزوا على أحد الأندية قبل صعودهم للدوري الممتاز وتم تغيير الاسم النادي ميدياما ويصعد ليه الدوري الممتاز وأول بطولة ياخدها في تاريخه كانت التدويج بالدوري الغاني الموسم الماضي يعني دي أول بطولة لميدياما في تاريخه هي التدويج بالدوري الغاني مما منحه أحققت الاشتراك في دوري أبطال أفريقي ميدياما كريم فريق ما بيمرش بأفضل حواله موسم الفكة موسم ممتاز الموسم الحالي هو في مركز السابع الثامن يتأرجح فيه منتصف الجدوى المواجهاته كمان مع الفرق الكبيرة فيها مشاكل كتير جدا جدا كانوا هم قالوا وفي قبل بداية الموسم الموسم يعملوا دعم كبير ونعملهم صفقات ما عملوش ده فالفريق متأثر بشدة في الدوري الغاني وخلينا نشوف يعني دي بداية القطاط بس هاتلي الكرة دي من أولها لعشان دي اللي هنبني عليها بعد كده هتلي من أولها خالص بس من أول هنا يا كريم أي كرة أب ما تحركش أي كرة عرضية سواء بالرامي التماس كرة متحركة كرة سبتة فريق لا يجيد التعامل معه بجديات التعامل مع الكرات العرضية فريق في المتناول جدا 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 لما تيجي بص على ده تقول والله دي فورسة الموتست الأهل أول ما يشتغل كروسز هم ما فيش خالص لا كرات سبتة ولا كرات عرضية ولا راميات التماس ولا الحصول على الكرة التانية عندهم مشكلة كمان في الحصول على الكرة التانية وقفتهم فيها مشكلة كبيرة جدا من مشي شوية اللي في الأول دول هتلقم كلهم شوية بعض بصة كريمة تلاقي في زحمة في منطقة الجزهاء تلاقي في دايما سبع لعيبة أو تامع لعيبة بالإضافة لأنه عندهم حارس مرمى لقطة لقطة 21 سنة يا كريم لا يجيد لا التعامل مع الكرات العرضية ولا مع الانفراضات ولا مع أي حاجة حد قال لي هو أصلا مفوض يلعب مركز غير الحارس هو بدأ حياته بلعب وسط الملعب وحارس قصير القامة 182 سنتي مش أصير قاوي لكن قصير القامة بالنسبة لك حارس مرمى عنده مشاكل كتير جدا في تعامل مع الكرات العرضية في الخروج الانفراضات التفاهم وتوقيف خط الظهر مشاكل كتير ماشي ماشي هبقى الحالة اللي بعدها على طول هتلاقي دي برضو كرة سابتة كرة سابتة ونفس البراء هادي هو يناق تعامل معها تحطت في الدهيئة الحصول على الكرة التانية مش موجودين تماما كلمة هما بيقفوا زحمة بيعملوا زحمة مش أكتر اللي وقفات دي فيها مشكلة بص يتهيالك إن هي كرة مختلفة تماما بص العيب بيستلم وبيباصي وبيستلمها وبيعدلها وبيحطها ببطن رجله في الجون ولا أي رقابة رغم إن فيه زحمة كبيرة جدا بص طالت لعيبة وقفين بيتم وقف في الرجوع عليه والحارس طبعا كرة بعيدة عنه تمام مش هيقدر يروح لها يعني يلا اللي بعديها بص اللي بعديها دي كوميديا شوي انت لأ هي محتاجة تعدت أنا اشتراف ادخد زي يلا اللي بعديها يعني هي نفسها نفسها عيدا بص 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 كريم بص حدس المرمى الواحده خالص ومعه زميلو ها اللي طالب معاه دا زميلو ها بص يا عامري اه ده أولح طعر في نفسه يا ولد مرأ قلتلك قلتلك حارس مرمى لقطة قصير القامة قليل إمكانيات خبرته قليلة 21 سنة وموليد 2002 عنده مشاكل كتير جدا جدا بص يا كريم دي برضو هيطلع لوحده بص مشكلة كبيرة جدا 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 خلاص يا عامري سيبها وخلاص يعني سيبها تخشه وخلاص بص بص نفس المشاكل بص زحمة كبيرة جدا جدا مفيش رقابة مفيش ماسكة مفيش أي حاجة ده العيب التاني اللي في خط الدفاع مفيش تمركز تمركزات سيئة جدا العودة الأماكن للتمركز سيئة جدا الكرات العرضية فيها مشكلة كبيرة بص الرجل طلع لعيبة قطع القريبة التاني خدها بعد العرضية مفيش أي حاجة خالص مفيش أي أبجديات الوقوف لا في الكرات السابتة ولا في الكرات المتحركة ولا حتى في الرقابة فرقة ميدياما من الفرقة كريم اللي فاكر قبل مباراة جبوتي كنا بنتكلم على منتخب مصر وقلت لك المباراة في المتناول لكن مهم تبعط رسالة مهم تبعط رسالة خاصة ان اداء في منتخب مصر كان اهتاز شوية في مبارتين تونس والجزائر صح نفس الكلام الاداء كان اهتاز شوية قبل التوقف في الاهلي محتاج تبعط رسالة والمباراة متاح ابعت رسالة بشكر كبير ده بمنتهى البساط